بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا من أمتع الأوقات اللي بقى أضياء مع حضراتكم لما نكون مشتغلين مش على هم مشترك مشتغلين على حلم مشترك وهو حلم التربية أنا دايما وإحنا بنتكلم عن بناء الإنسان وبنتكلم عن بناء أولادنا لمستقبلنا بيبقى أهمي إن أنا كرس مفهوم مهم جدا جدا حاجة اسمها التربية المتبادلة يعني إحنا وبالرب أولادنا هم بيربونا على فكرة يعني لما نيجي نقول إن إحنا بنرب أولادنا وهم بيربونا ده شيء مهم جدا 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 إن إحنا نتبنى المفهوم ده ده شيء رائع إن إحنا يفضل بنا وبين أولادنا مش بيربونا يعني بيقدبونا وبيعلمونا وبيخلطونا وبيعقبونا لا التربية مش هي كده بس ولذلك إحنا النهاردة عن نتكلم على مفهوم مهم جدا في التربية كان كتير من الناس شايفين إن إحنا مش محتاجين إن إحنا نتكلم عنه لكن للأسف الواقع اللي إحنا فيه واللي أنا شفته في ساحة التربية بتقول إن إحنا محتاجين نجدد المفهوم ده عارفين لي إن إحنا نتكلم النهاردة عن نعمة نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بيها علينا وجعلها مركوزة في قلوب الأباء وقلوب أولادهم النهمة دي هي المسؤولة عن إن الأولاد يكبروا وهم حسين بنعمة الحياة تخيل يعني اللي إحنا نتكلم عنه ده هو اللي بيخلي الأولاد لما يكبروا يحسوا يعني إيه حياة وعلى فكرة والنعمة دي لو غابت بتخلي الأولاد قلوبهم مش عايشة النعمة دي لو موجودة تخلي الأولاد قلوبهم مليانة بالامتنان للأهل والشكر لنعمة ربنا الشكر على نعمة الأمومة والشكر على نعمة أبوة وإن سبحانه وتعالى غمرهم بالمحبة والود لما خلاهم يدوقوا جمال ورحمة ولطف الحنان لما يجي من عيالهم فالأهل بيحسوا بحنان ربنا من أولادهم وكمان الأولاد بيحسوا بحنان ربنا من أبائهم وممهاتهم بس الأيام دي كتيرة بنقابل أولاد عندهم أوجاع الإحساس بعدم القبول من الأهل كتر ده كتر أن الأولاد بيشتكوا كتير أن هم جعانين أن حد يحن عليهم لسبب أن هم ما كانش عندهم تقبل من أهلهم وملاقوش الحنان فيكبروا وجواهم إحساس بالخزلان وساعات يوصل بهم الإحساس بالخزلان ده أن هم يتسولوا الحنان من اللي حواليهم ويفضلوا يتسولوا الحنان ده ساعات في إطار الأصدقاء فالأصدقاء يشدوا عليهم أو يتعبوهم وساعات يروحوا في العلاقات غير الصحية والعلاقات المسمومة عشان يشبعوا جوعهم للحنان والاحتواء الاحتواء اللي ممكن يكون احتواء بديل بس ساعتها يبقى احتواء مسموم لأنه بيبقى احتواء للأسف مش جيد ومليان بالتحديات ومليء بالسموم وبشوف كمان دلوقتي لو كان ده كنا ممكن نمشي على طرف واحد واللي هنتكلم عنه لنهار ده يبقى سهل بس تشوف إيه اللي صعب الموضوع اللي احنا نتكلم عنه وخلاه زي ما بقوله موضوع ملح ينتقل من فكرة الاحتياج إلى فكرة الأزمة والمشكلة ايه تاني دلوقتي لقيت أباء للأسف بيعيشوا بمرارة كبيرة في قلوبهم مرارة أسود أولادهم عليهم وهم في أشد الاحتياج إليهم مين اللي علمنا ان احنا بقى نتكلم عن موضوع النهاردة اللي يحللنا المشكلة المعقدة دي ايه اللي احنا نتكلم عنه التربية بالحنان ايه يعني ايه التربية بالحنان ان انا اربي نفسي بالحنان واربي أولادي بالحنان يعني احنا الاتنين نتربى بالحنان ساعة ما الواحد فينا بيحن على أولاده هو كمان بيتربى ويحصل له رقة في قلبه لكن يبدو ان احنا لما بطلنا نحن على أولادنا أسد قلوبنا وهو هنا بقى هيجي مربط الفرس مين اللي علمنا التربية بالحنان وان احنا نعيش بها في كل حياتنا سيدنا النبي حنين سهل كده ولين صاحب الحنان كله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي كان شديد الحنان فرب بناته وأحفاده صلى الله عليه وسلم بالحنان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان من عاداته عاداته يعني ايه حاجة دايما بتتكرر وبيعملها على طول بيعملها على طول بتلقائية شديدة جدا 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 لما يسوف شدتنا فاطمة يقبل عليها يتخيل كده لما حضرة النبي تيجي بنته تدخل المكان يقع جاري عليها جاري عليها يعني يقبل عليها ويرحب يا أهلا حبيبته وأبوكي وكده وانتو عارفين ان هو كان ملاقب السائدة فاطمة بان ام أبيها ويقبلها فين بين عينيها ويجلسها بجواره وفي بعض الوقت ويفرش لها ردائه يعني انتي ده انتي الجوهرة ده انتي السكرة ده انتي أحلى حاجة فيه اللي حاصل فما تعوضيش على على التراب تعوضي على تياب اللي انا بتسطر بيه عشان انتي جوا فع بيتي يا سلام ايه الحنية دي احنا بنتكلم فين بنتكلم في عصر احنا لسه خارجين من عصر وقت دي بنات وعدت النبي بيعمل كده مع السيدة مع السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام فالنبي كان بيتعامل معه بكل حنية وقال درجة ان حدث النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده عنوان كبير لنا فاطمة بضعة مني فاطمة حتة مني ولذلك لقبها بايه بأم أبيها الحنان ده كله يعمل ايه يلبس التنة فاطمة اقول لك حاجة كانت عمل في قلب السيدة فاطمة ان هي كانت حتى وهي بتمشي بتمشي بمشية النبي فكان اشبه الناس بمشية حضرة النبي السيدة فاطمة واكثر الناس تمثلا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان السيدة فاطمة عشان كده الحنان بيربي حضرة النبي علمنا ان الحنان بيربي مش بيربي اللي هو خلها كاب منه بس ده حضرة النبي لكن ايه اللي حاصل شفتوا الحنان بيعمل ايه وعشان كده دراسات كتيرة بتقول ان اولادنا كل ما كان في حنان ليهم واحتضان واحتواء من أمه وصغيرين بعض الناس بعض الدراسات بتقول الحنان والاحتواء حتى هو من اول ما بيكون في بطن امه بيبقى ده مادة مهمة جدا 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 لاتزانهم وسبات هويتهم اللي بتبتدي اللي هو منين من الانتماء للأسر من الانتماء للأب والام وده بيبقى مؤشر ان هم يكبروا وعندهم قدر من الرضا عن حياته وكل الدراسات بتقول ان اكبر مصدر من مناعة ورسوخ قلوب اولادنا هو الحنان وعشان كده كتير من الزكريات الحنان مع اهالينا بتفضل تجمل حياتنا في عينينا وتحسسنا بالخير بالخير اللي موجود في حياتنا طول الوقت وتسبت قلوبنا في الأوقات الصعبة وبتحسسنا بالأمان افتكروا انتوا كده افتكروا لما الواحد فينا بتديقها للحياة يفتكر امه لما كانت معاه بعض الناس بيفتكروا ايام بقى الناس كبيرة اللي كبرت ايام كانوا بيتلموا حول المباجر الجهاز او الطبلية او حاول قاعدين كلهم مع بعض وبيسمعوا 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 كده او بيقولوا كده او بيعملوا كده وفكرة عم فلان ايه ده احنا كنا بنحب بعض قوي لسه الحب موجود في قلبي ولسه القيم دي موجودة في قلبي احنا نفسنا شفنا ده فبيبقى عيب قوي ان احنا لما شفنا ده وعشناه ان احنا بنعملوش مع أولادنا ونعرف ان اكبر مصدر يحافظ على أولادنا من كل أشكال السيولة الدينية مثلا والأخلاقية هي التربية بنحنان اقول لكم تجربة مهمة قوي التدين الكمي لما بيرب العيال بيرب العيال على ايه على القصة والشدة ومعنا كده ان هو بيفتكر ان هو بيربهم على الاتزام فيطلعوا الاولاد لوم الاتجاه اللي هو ماشي فيه اللي رباهم ده عليه لانه ممشيش بايه ان هذا اتنينة متين فاغيره فيه برفق زي ما حدث النبي علمنا فلما يعلم الولد من غير حنية انا دايما بشوف التدين الكمي وهو بيرب الاولاد كده بقوله ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فلما يربيه بن عدم الحنية دي على طول الولد في اول تحدي ممكن يروح للسيولة الدينية اللي احنا بنسميها اصطلاحا دلوقتي الالحاد اللي هو انا بسميه الالحاد الاجتماعي وعشان كده اللي عايز يحافظ على فطرة اولاده لازم يفتح لهم باب الاقبال على الله بالحنية لانهم شافوا فابوهم لما يكون حنين هم اول تعرف فيهم على الله بيعرفوا من غلال الام والاب فهم عرفوا ربنا بايه بحنية الاب والام في ايه اللي يحصل فاحنية دي تخليهم بن قدمين تاني وعنشان كده ما نستهونش بالحنية لان الحنان صيانة لقلوب اولادنا من كتير من احوال التمرد على الله اللي احنا بنقول في بعض الاحيان بسميها الالحاد وهي نوع من انواع التمرد الاجتماعي ان كتير من التمرد ناتج من نواتج احساس ان محدش حن علي وانت مش ربنا بيقول لي اننا احسن اليك طيب وانت ما احسنتش اليها ليه هو سابني انت تبقى قاسي عليها ليه كل دي تساؤلات سببها عدم الحنية وانا كل الناس اللي قعدت بيهم اللي مروا بحالة التمرد الاجتماعي او السيولة الدينية اللي احنا بنسميها تجارب الاحاد وانا قعدت مع ناس كتير ايه اللي حصل يقول لي انا كان والدي والدتي ربوني فيما يتعلق بقلاقتهم بالدين بايه بنوع من انواع التدين الكمية التدين الصعب ده لانه وداني طريق واحد مفوش حنية مفوش اختيارات مفوش مرعايلية فيه اللي بحصل لو انا ما امنتش بده بنفلت حتى بعض الناس اللي بي يمارسوا تسييل الدين دلوقتي هم خارجين من ناتج هذه الطريقة من التعليم وهذه الطريقة من التربية ونزاك الحالان هو باب القلوب الذي جعله المحبوب لندخل في حضرة محبتي ولزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لان من اكثر المعاني اللي بتتعلق بالقلوب بحضرة المحبوب صلى الله عليه وسلم هو الحنان عشان كده المصرين دايما يقولوا صدنا النبي حنين سهل كده ولين وكأنه بيقولوا حضرة النبي ده اللي ربنا بالحنية حتى رب أصحابه كده لما الصحابي الراجل عطس فقال له أرحمكم الله فالناس الصحابة رح مسكتينه فإيه اللي حاصل بعد كده بيقول أكرم به من معلم إيه اللي حاصل وما أحلمه صلى الله عليه وسلم فما كهرني ولا نهرني ولكن قال لي يا أخي يا أخي يا أخي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس آه ده متربي على الحنية وأول من يربي على الحنان في أولاده بيربي كل واحد فينا على إنه إنسان يربي جوانا مخزون من القيم ويفضل مصاحبنا طول حياتنا فالحنية فيها تربية مزدوجة بيربي أولادنا وبيرنتربي إحنا فإيه اللي يحصل فيبقى فيه مخزون من الإنسانية في قلوبنا مش إن إحنا نعيش بوحشية الصراع والتنافسية المهلكة لما يكون عن زين أقول لكم حاجة دايماً بشوف كده الحجة الأساسية للناس في صراع على المتوحش في الحياة حتى الأولاد في المدرسة لما تلاقي ولد بيعمل كده بيبقى عنيف مع زملائه الحجة ليه في عنفه مع زملائه إنه هو ملاقاش حد يحن عليه لكن الحلان يخليهم ينجحوا ويحبوا وينتجوا وإيه اللي يحصل ينتجوا في الحياة برحمة وينتجوا في الحياة بخير ينتجوا في الحياة بجمال إنه إن الحلان يعمل يفرز إيه رحمة وخير وجمال الحلان يجعل قلوبهم لينة وحية مش فيها جفاف وجفاء الآلات والروبوت أنا خايف إنه إحنا نكون الحالة اللي إحنا فيها فقد الحنية دي بتأهلنا العصر الروبوت إنه إحنا نتحاول كإننا إنسان مرقما عارفين إن إنسان مرقما يبقى الإنسان يتحاول الروبوت لكن إحنا عندنا شوية أمور بتوقف قدامنا على إن إحنا نربي أولادنا من الحنية أنا أسكركم أربع حاجات بتوقف قدامنا عشان نربي الأولاد من الحنية بعض الأباء بيربوا أولادهم بيخافوا إنهم يربوا أولادهم من الحنان عشان أولادهم ما يبقوش مندلعين واعتمديين ومش مستحملين المسؤولية لكن على فكرة غلط الكلام ده الحنية مش معناها الدلع الحنية على الأولاد مش إن أنا أدلعهم ولا إن أنا أشيل بدل منهم المسؤولية لكن الحنية معناها إن أنا أسعدهم إنهم يخرجوا أجمل ما فيهم الحنية معناها إن أنا أدعمهم معناها إن أنا أسندهم مش إن أنا أقوم بالدور عنهم الحنان مش معناها إن أنا أوفر ليهم كل الاحتياجات بدون ما أي حد فيهم يعرف أن دوت كان محتاج لمعنى يعيشه لكن معناه أعلمهم يدوق النعمة ويحسوا ببركتها ويحمدوا ربنا ويستثمروا النعمة في كل حياتهم يا سيدة مش هينفع أن احنا نعيش من غير حنان بلاش الخف والرعب من الحنان الحنان مش معناه أن أنا مكانك أو أن أنا عشير كل حاجة وانت بتعملش حاجة لكن الحنان مش معناه أن أنا محزمش في بعض الأوقات لأن الحنان في حزم لكن معناه أن أنا مكنش آسي الحزم مش هو الأسوأ ما نخلطش ما بين المفاهيم ونبقى ما عندناش لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما صاحب حنان لما وما فيش أحن من رسول الله على الأمة كلها بالمؤمنين رؤوفه الرحيم حتى إذا انتهكت الحرمات إيه اللي حاصل لا يستطيع أن يقف أمامه أحد آه هو دي الحنية في أباق بقى السبب التاني بقى أباق بيقولوا إحنا خايفين من الحنية لاحسن أقول لكم إحنا نجيب حنية منين لما إحنا أصلا ما فيش حد حنى علينا يبقى أنا أجيب حنية منين ما فيش مخزون للحنية جواي ما فيش مخزون للرحمة ولا للحنان جواه قالدي أنا ما عاشتش محد أنا أبويا ما عمل ليش كده وأمي ما عملت ليش كده أعظم بقى سر موجود في الحنية إن الحنية لأنها من عند الحنان من عند الكريم فممكن تحصل بغير سبب يعني تحصل بغير سبب ليه أي حاجة تشوفها بتحصل بغير سبب يبقى من عند الله ولذلك الحنية أكتر حاجة ممكن تتجدد فيك لو أنت أصبحت إنسان حنين يعني لو أنت حنت على أولادك إيه اللي هيحصل؟ هتبص إن الحنية تفجرت في قلبك وقلبك أصبح لين وبالعكس هتجي لك الحنية أضعاف أضعاف ما أنت حنت على أولادك بس إياك 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 تستمر في دور الضحية اللي أنت في ده تالت حاجة إن في أولاد في أباء بيقولوا إيه يبقى أول حاجة إيه اللي حصل أنا خايفة دلعهم تاني حاجة أجيب منين أجيب منين حنية تالت حاجة بقى إن بعض الأبواء من كتر ما هم بيجلدوا نفسهم وحسين دايما بيزنبوا التقصير بيقولوا ما ينفعش نعيش الحنية مع أولادنا من كتر أسوتهم على نفسهم يعني هو إيه شايف إنه هو مش أهل اللي عايش بحنية لأنه قاعد يجلد نفسه يجلد نفسه يجلد نفسه يجلد نفسه فأنا ما استحقش الحنية الحنية على فكرة مش استحقاق الحنية حياة الحنية معنى ربنا جعله في الحياة فأنت حتى لو شايف نفسك مش مستحق ولو شايف أنت بتعاقب نفسك أنت مش مش هي دي القصة القصة أن الحنية دي فضل من ربنا رقم أربعة العائق الرابع إن فيه أباء بتظن إن الحنان طرف أو إحنا فضيين احنا لقلقين اكل العيال لما انحن عليهم لما انت روء دماغنا ونبقى نرتاح بقى نبقى نحن عليهم لا يا سيدي حضرت النبي الراجل دخل عليه وهو بيقبل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين قال لا اتقبلوا اولادك مفيش بقى فكرة ان انا معايا فلوس وقم عادوا معليش نعام ولا جايب لهم افخم عربيات ولا لا خالص الحنية مش محتاجة كل ده ومش محتاجة روئان دماغ بالعكس اعظم سر ربنا جعله في الحنية ان الحنية مطهرة ان الحنية تجيب الرحمة ليه هالجزاوة الاحسانية الا الاحسان يبقى ايه اللي حاصل انت لو مرست الحنية مع اولادك هتفتح عليك ابواب الخير كله اما بالنسبة للابناء بقى ايه اللي بيخلي فيهم جفوة وجفوة في قلوب الابناء تجاه اهليهم برضو في اربع اسباب اول حاجة الاحساس بالمظلومية اولاد عايشين بالمظلومية ان اهلهم كانوا سبب قلمهم وواجعهم وسبب رفضوهم وان اهلهم مرسوا معاهم كل اساليب اللي تخليهم ما يبقوش قادرين ان يعيشوا الحنية فايه اللي حاصل فهم ما حفصوش عليهم فالاولاد بيعيشوا في دور الضحية فبيقول بلاش بقى نعمل اي حاجة تانية ونعيش بقى واهلنا لو كانوا مرسوا معانا الحنية كنا مرسناها معاهم فبلاش نخلي ايه فبلاش نعمل حاجة مش هنقدر نعمل فبلاش نتخلى بقى عن القصوة لان ما فيش سبب من اسباب الوصول للحنية طيب بس انت السبب ده السبب ان انت ضحية ده سبب ما ينفعش لان في الحقيقة هم لو كانوا حتى مرسوا معاك هذا وما كانش فيه اختلاف في وجهات النظر فخلي بالك ان انت بتحرم نفسك من انك تعيش حياتك بنعمة انت ما شفتهاش فاحساسك بالمظلومية مش هو فحاجز اللي عندك بسبب احساسك بالمظلومية مش هو اللي انت هتحيشه لو انك انت حسيت بانك انت مفتوح عليك ابوا بالحنية فاحساس المظلومية مفسد للحنية عند الاولاد الحياة التانية السبب التاني الان الاحساس بالحنية عيب انا مش قادر مش قادر احس بالحنية تجاه ابويا وامي لاننا احيانا بيحصل لنا بسبب كثرة وسرعة الحياة وانشغلاتنا ان احنا مش قادرين نكون حنينين على اباؤنا وامهتنا الاولاد بيقولوا كده ليه؟ لان الحنية دي اتاخد وقت احنا بقينا في حين كتيرة بسبب سرعة الحياة وانشغلاتنا مانا مش قادرين ما بقى جزء من حياتنا مش ما عندناش جزء من حياتنا ممكن نقضيه مع اهلنا لان احنا بنقضي جزء كبير من حياتنا على السوشيال ميديا فلما بنقضي جزء كبير من حياتنا على السوشيال ميديا بنحس ان مجرد القعدة مع احبابنا عبقى علينا عجيب وقت منين ومش ممكن يكون الوقت اللي بنقضيه معهم تلاقي فيه سؤال مش ممكن الوقت ده يبقى فينا جال قلبك من قسوة وسقية الاشياء اللي بتخليك تنسى ان انت بن قدم فيه حاجز تالدة عند الاولاد بتخليهم يحسوا انهم مش قادرين عن الحنية مع الاهالي الخجل واعتبار ان الشخص الحناين انسان ضعيف والشخص الحناين انسان في الحقيقة انسان مش انسان ضعيف انسان رحيم انسان قلبه مفتوح على حضرة مولاه سبحانه وتعالى ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير ومأحبه عند الله من المؤمن الضعيف اللي جزء من القوة هو الحنية انت عشان تبقى مؤمن قوي لازم تكون حنية لان الانسان مش عامل الحنية دي غير وهو حسس بمدد الله ليه السبب الرابع اللي بيخلي الاولاد ما تكونش حنيين على اهليهم الانتظار انهم انتظرين ان حنية يبدر بيها الاب او الام الاول وتبقى حنيتي هي مقابل حنيته خاصة في الاحوال اللي بيكون بينهم وبين اهلهم تحدي او جفوة او حالة من حالات البعد والجفاء لكن الحنية على فكرة من اعظم من اسئلين ربنا ويضعها في الحنية انها قدرة تهد اي جفوة واي جبال واي موانع ما بين الاهالي ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم طب نعمل ايه بقى عشان نعيش بالحنان مع بعض لو كنت ابنت او ابن عبروا دايما عن شؤكم لأهلكم ولو كنت اب او ام عبروا عن شؤكم لأولادكم في بعض الروايات بتقول ان كان من عادة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كانتش يخرج من مدينة مسافرا حتى يرى ستنا السيدة فاطمة الله اكبر السيدة فاطمة علي اسلام يكون اخر عهده بالمدينة رؤية وجهاها ولما يرجع المدينة اول حاجة اول عهده بالمسجد فيصل للركعتين ثم يذهب اليها متشوقا وقلبه مملوء بالاشتياق لها وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى كتب سر كده من الاسرار ان السيدة فاطمة لما كانت بتبكي قعدت تبكي يا عند انت الله اكبر بيابي انت وام يا رسول الله لما انتقل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة فاطمة تبكي فاشار اليها فجاءت فهمس لها في اذنها فتبسمت فإن اللي حصل فمرضيتش تحكي ده لغاية ما انتقل صلى الله عليه وسلم فالسيدة عائشة اصرت انها وقل لها ايه فالها ان هي اكثر اول اهل هي لحاقا به صلى الله عليه وسلم مكان يعني حتى كان اول حاجة بيشوفها حضرة النبي واول حد لحق بحضرة النبي في حياة البرزخ في الحياة المنورة حياته صلى الله عليه وسلم كانت السيدة فاطمة تاني حاجة ممكن نعملها ان احنا نبعث رسائل من غير مناسبة كده رسائل فيها تودد وفيها امتنان لنعمة وجودكم في حياة في حياة بعض انا كنت في ندوة من شوية قبل ما جيلكم ففجأت بنتي جات على فجأة كده حضرة الندوة فكم السعادة الغريبة اللي حصلتلي في قلبي لما هي جات وحضرة الندوة غريب انا حسيتها عاملة زي الطفل اللي لأ ممتو مش بس كده راحت كمان للذكاء راحت بعتلي رسالة تقول لي الكلام كان في الندوة حلو وقوي وانا استفدت فيه وكتبت منه وخدت منه نوتس وعدخله في ابحاث متصوروش كم الفرحة اللي حصلتلي قد ايه وهي رسالة انا ما كنتش منتظرة ولا كنت اعددت لها بس انا قد ايه كنت فرحان انا عرفت قد ايه حضرة النبي كان بيفرح لما كانت السيدة فاطمة تيجي وتقف جمه او تيجي ويشوفها تالت حاجة حرصه على اللامسة الحلوة لبعض اللي فيها دواء وعافئ للقلوب قربوا من بعض حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل سيدنا الحسن والحسين يقبلهم فالرجل قال له انت بتقبل اولادك ده انا عندي عشر من الابناء ما قبلت واحدا منهم قط قال ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك يمسحوا على رؤوس اولادكم ضموهم وحضنوهم خلوهم يحسوا بقديوهم انت جنبهم انتوا عارفين ان الجلد دوت وانتوا معارفين ان الجسد له ذاكرة املوا ذاكرة اجساد اولادكم بالحنية عشان يحسوا باني نور الله وبركة الله بتسر في اعضاؤه رابع حاجة اسمعوا لبعض وبتركيز وبحرص وباحترام لما بتسمعوا اولادكم بحنان بيتطمنوا وبيحسوا انهم في حد حريص عليهم وحريص على تفاهمهم ولما بيسمعوا عليهم بحنية بيتطمنوا وبيرحموهم ونخفهم انهم يحسوا انهم لما بيسمعهم بيكون ده تقيل على قلبهم لما تسمعوا اولادكم بحنية الهم من عليهم بيتزال ومش بس كده بيشيلوا ده جميلة لكم خامس حاجة تفقدوا بعض محدش فيكم محد يغيب وينسوه اوعوا اوعوا حد مننا يحس ان فيه حد نسي لازم لما محدش يبقى موجود او يتأخر اسألوا على بعض تفقدوا بعض على طول خلوا فيه موعيد لو حد فيها غاب وتفقدوا بعض حتى من غير موعيد ولكن في حد من اولادك ما بيتكلمش كتير اوعى تسيبه تقول ده طبعه وخاصة لو حد من اولادك مع من والدك امه او اب ما بيتكلموش كتير اوعى تسيبه ما يتكلموش كلمه منت خليهم مقتنسين وحسين في حنيتك يا سيدة المسألك جد والحنية ملهاش حد والله سبحانه وتعالى يعطي عطاء مغمورا في المدد الحنية نعمة وزمان قالوا ان الحنية نعمة وشكر النعمة يزدها زودوا الحنان وما تخافوش من الحنان ان هو يخليكم لا متدلعين او بتدلعوا الحنان فضل من الله سبحانه وتعالى لان ما حدش بيمارس الحنان الا بيمدد من الرحمن يا رب اجعل قلوبنا تمتلق حنان عشان نبقى مع السيد سيد البشر سيدي ولدي عدنان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير إنسان اجعلنا يا ربنا في صحبته بالحنان ونفضل نقول سيدنا النبي حنين واحنا عنزين نبقى مع سيدنا النبي بالحنية يا رب املأ قلوبنا بالحنان واجعلنا دائما بالحنان نذوق حلوة الإيمان عندما نشعر بالأمان بفضلك وجودك يا رحمن بعد الفاصل يا سادة نلتقي مع أسئلتكم مباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة وكمان بنتلقى عليها تعليقاتكم ومشاركاتكم اللي هي بتملأ قلوبنا فرح وسعادة لأنه بنفضل في مجالس العلم ويفضل ربنا بيكرمنا إن احنا نكون بنجتمع على رضاه وعلى محبته يا رب العالمين ولكن اسمعونا ناخد أول اتصال معنا النهاردة من السيدة أم عمر من منصورة السيدة أم عمر معنا أستاذ أم عمر معنا سيدة أم عمر اتفضلي يا فاندي أنا عندي ثلاث مشاكل إن شاء الله عندك الخير كله مفيش مشاكل إن شاء الله اتفضلي والتالث مشاكل معلشي بعد إذن حضرتك يعني مش عايزهم يتعرضوا على الهوى ولا الإضافة بتاعتك تكون على الهوى طيب ممكن تأخذ رقم تليفوني بقى ونكلم مع بعض يا حاجة معمر طيب أستاذ آية من الإسكندرية معنا أيها السلام عليكم اتفضلي يا أستاذ آية أيها الله يبارك لك يا عام الشيخ يا رب بديك الصحة وثلث العمر يا رب هذا رأسي الله يبارك لك يا رب أنا بنزارع حاجة عام الشيخ ده أنا عندي قصة بس هي تعباني جدا أنا كنت مخطوبة مكتوب كتابي بقى لخمس سنين أو ست سنين ماشي وأصبح اللاحاتة الاختلاف هو ساعة الأيمة يعني أنت كنت مخطوبة لمدة أربع سنين أنا مخطوبة أربع سنين عشان أنا كان وقتها أنا كان عندي ستتاشر سنة ماشي وهو كان خلشيني لغاية ما بلغنا السن لغاية ما بلغنا السن تمنتاشر سنة تمام ماشي وأنا دلوقتي عندي عشرين سنة ماشي وأنا قطبت قطب كتابي وأنا دلوقتي جي وقت الأيمة وحصل مشكلة كبيرة ماشي أنا والدي كتب الأيمة وكل حاجة بس ما كانتش في الأيمة ذات نفسها اللي هي أصلا إنت تجاب إني المكتبة هو كان كتبها على إيد محامي أربع ورقات وش وضهر طبعا لما جي خطيبي جي روها طبعا عمو ما كانش موجود عشان عنده مشاكل راح قاله يا عمي لو سمحت ممكن أخدها أجأ أوريها العمي قاله لا هي متكلاشة من البيت واللي شارب يمجي لكلام والدك الله ينور عليك وهو خطيبي لما شاف الأيمة بقى مستغرب بقى ملأ لا مش عارفة إيه بس في نفس الوقت هو يعني هو خطيبي أصلا يعني متردد فيه حاجة يعني هو أنا مش عارفة إيه بس بقوله اللي شارب يمجي خطيبك ده خطيبك ده اللي أنت كنت مخطوبين من أربع سنين خمس سنين ده الكلام دوات يا عم شيخ أنا كان المفروض دخلتي كان بعد العيد دوات كويس يعني أنت أظن كده 14 سنة أستاذة أستاذة أنت من أربع كنت عندك 14 سنة فأنت دلوقتي عندك في العلاقة دلوقتي عندك في العلاقة دلوقتي 6 سنين صح كده الله ينور عليك خطوبة وكتب كتابه وكان المفروض دخلتي بعد العيد بأسبوع ما حصلش نطيب وكل واحد رح لحاله بس فيه سؤال ما حيرني هو ما مضوش لي والصغرب وكتبنا إحنا يعني هو حتى بيقول اكتبوا الألم بما يرد الله يعني أنت دلوقتي يعني دلوقتي دلوقتي يا ستة آية خليني أسألك دلوقتي حصل طلاء هو حصل طلاء بس أنا دلوقتي أنا عايزة بس هو هو كامسلية هو اللي هو عايز تكتب الألم بما يرد الله ربنا يجبر قلبك يا ستة آية وليلي طب اسأليني اسأليني بتسأليني دلوقتي انت سألتيني سؤال أنا عايزة أسهر أنا بس أنا هي الألم هو الواحد مش بي هي الواحدة مش بتجيب الحاجة وتكتبها وهو إيه العريب بينجي عليها طيب واللي بيعود يفصصها ويشوف الدنيا وكمان يعني اللي تعبوا اللي خطيبي بيقول أبوكي بيقول امجي وانت ساكت واكتب اللي أنا اكتبه يعني أنا بكلمك من نحية والدي وانه خطيبي أجاوب على حضرتك أستاذة آية أستاذة آية أنا قلبي معاك والله قلبي معاك يعني علاقة ست سنين وفي الأخ الخالص توقف على ورقة أول حاجة أنا شايف أن المسألة كلها ده قلبي بنت اتفعص ما بين فكرتين سلبيتين عن الجواز فكرة سلبية على أن الجواز بالكترة وأن الأمان بيكون بالحماية بحق البنت في المال احنا بنصح الشرع أقر أن البنت لها مهر وأقر أن البنت تكون كده بس على فكرة الأيمة ليست واجبة لكن الأيمة جائزة لحفظ الحقوق افرد يا سيدي في رجل إيه اللي حصل خلى مهر بنته بما يتناسب مع ذلك الشخص اللي هي بتحبه عشان يجمع بينهم ده راجل حكيم وعاقل راجل عمل بقول لي صلى الله عليه وسلم لا تغيره في المهور هو عايز يقول أن احنا حطنا في الأيمة الأموال الموجودة لأن كلام بنتي آية بيقول أن باباها هي كانت منتظرة من باباها شوية مرونة إيه يعني لما ياخد الأيمة دي ويعرضها على عمه إيه يعني لو الأيمة فيها شيء من المبالغة يحصل تفاوض عليها قصة إيه هي بتكتب الحاجات اللي هي اشتريتها لأنها مش مسؤولة ولا واجب عليها أمام الله سبحانه وتعالى أنها تجهز البيت لكن احنا خلاص جارة في عادتنا أنه بناخد المهر ونعمل إيه ونشتري أساس البيت فأساس البيت ده متجاب من مهرها فتحقها لو كان هو دوت اللي مكتوب في الأيمة فتحقها ويكتب في المهر آه ده حقها لكن مش معنى أن واحد عايز يحفظ على حقه ينسى أنه نحن في علاقة محطوطة في إطار لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحم لازم يبقى فيه رحمة هو حاسس بأعباء كتيرة كان أيها السيد الوالد لازم يبقى فيه مرونة وعلاقة ست السنوات ما نتعاملش معاه بهذا الجفاء احنا بقينا أهل خلاص وده جوز بنتك معاه عرضك فلازم كان يبقى فيه مرونة شوية وانت أيها الصديق العزيز وانا على فكرة لو أن حضراتكم تشرفتونا في مركز الإرشاد الزواج نتكلم لأن في الحقيقة العلاقة دي ست سنين كتير انت بتسألي هو ما مضاش ليه هو ما مضاش لأنه هو في الحقيقة فيه بيئة غير صالحة الآن فيما يتعلق بالأيمة أن أي خلاف الناس ممكن تحبس بعض بالأيمة دي في مسألة التبديد في حالة كده من حالات عدم الصفاء محتاجين نتخلص منها محتاجين أن نحن نفكر شوية في المغالاة في المهور عشان الولاد ما يعزفوش عن الجواز ومحتاجين كمان الواحد يبعت رسالة طمأنة لزوجته لزوجته وخاصة لما يكون كتب الكتاب يا سيدي يا أستاذ آية لو سمحتم تعالوا أنتوا لتنين نتكلم ونفكر مع بعض وأنا نصحتي لولد حضرتك أنه كان لابد يكون أكثر هدوءا ليس معنى أن أنا بحمي بنتي أن أنا أبين للناس أن أنا رجل قاسي أو رجل شديد أو رجل عنيف لا الحماية لها أساليب كتيرة جدا جدا ليس أحدا القسوة ولا أن أنا أتعامل مع الناس بجافة دي نصحتي وأرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح الأمر لأن بنت عايزان بنت ست سنين علاقة كتير أن هي تدمر عشان فيه تنين وقفوا قصاد بعض يا رب ربنا ربنا يا بنتي يا ربنا سبحانه وتعالى يرجعكم ويديم عليكم ويحفظكم ويقلف ما بين قلوبكم يا رب سألتيني هو عمل كده ليه قال إيه المفهوم الغلط بتاع الرجولة قال إيه رجولته نقحت عليه ودي مش رجولة بالمناسبة ده ملوش دعوة بالرجولة الرجولة أن ينقح عليك أن أنت مراتي وأنا هقدر أبين للناس أن أنا أقدر أحميك بحاجة تانية غير الفلوس نعم أستاذ رضا يتفضل أستاذ رضا تفضل أستاذ رضا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته تفضل لأستاذ رضا السلام عليكم يا سيدنا الشيئ عليكم السلام ورحمة الله بركاته تفضل ياستاذ رضا أنا أعايز أقول لك الحاجة أن رأيتها رؤية يعني حاجة جي بس بسرعة لأننا في البرنامج بتاعنا ما عندناش ساعة أننا نتعامل مع الرؤية تفضل يا سيدي بص أنا رأيت رؤية في السمح مكتوبة لا إله إلا الله طيب من شهر تسعة لفدها طيب تحبين أجاوبك يعني؟ ما أنا هارد ده أنا هكمل الرؤية الأول وبعد كده أجاوب بالله عليك شيء طيب بالله عليك بسرعة ماذا أنا رأيت الرؤية لا إله إلا الله طيب تجلبت تجلبت الآية لا إله إلا الله ينجلبي فطلع من حرف اللام دي حاجة دخانة كده زي الدخانة كده طلع من الدخانة الدخانة دي أنا تشوف تفاع وحش طلع من الكلمة زيك نفسه بس دي الرؤية دي الرؤية رؤية رؤية تحجيجية أقول حضرتك أجاوب حضرتك حضرت ماشا ورأيت رؤيتين كمان لا 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 كده رؤية واحدة النهاردة كفاية علينا أكتب من كده مش هنقدر رؤية واحدة كفاية علينا وممكن أكلم حضرتك عننا بس يا سيد رضا إحنا محتاجين شوية بس إن إحنا نقلل القلق والخوف عندنا أنا ما سمعتش رؤيتك عشان أنا أفسرها لك بالشكل معتاد لكن أنا أحلل لك إيه أثر الرؤية عندك أنت عندك خوف شوية أنت مسجك بأخلاقك وقيمك اللي أنت بتتمسك بيها إن هي ممكن تجر عليك مضر لا إطمئن البقاء للطيبين البقاء للأهل المحبة البقاء يعني البقاء في حضرة الله بيكون لأهل المحبة لأن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل ولا طيب وعشان كده عايزك تطمئن الرؤية دي ليس فيها شيء غير إنك انت محتاج شوية تطمئن تطمئن إلى إنك انت عبد لله ومع الله سبحانه وتعالى فعيش مطمئن وبعد إن انت اسمك رضا فعيش برضا إن انت في حمي الله وعيش وإنت بتزوق حلاوة كفاية الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده اطمئن يا سائد رضا وده وقت اللي أنا بقوله لك واستبشر بأن الله سبحانه وتعالى هو قريب منك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه دعوة الدعاء إذا دعان ادعي ربنا وعيش في قرب ربنا وإن شاء الله يكون كل خير يا سادة ما فيش أحلى في الدنيا من إنك انت تكون بيتجلى عليك الله سبحانه وتعالى باللطف والرأفة والرحمة والود والجمال ده كله هيكون عندك لما تعيش بالحنية عيش بالحنان مع أولادك هتشوف منهم أجمل ما أودعه الله قلبي إنسان عندما يمنى الله سبحانه وتعالى عليه ويرى الرزقه الواسع اللي ربنا بدأ خره له لما يلاقي الحنان في قلوب أولاده بيغمروا بالحنان وكمان بيحسسوه إن النبتة اللي زرعها أتت بثمرة في كل وقت وحين منورة بأنوار رب العالمين يا رب اجعلنا من أهل الحنان ولا تمنع عنا يا ربنا هذا الأمان الذي يأتي من تجليك علينا يا رحمن بأنك غرست الحنان طاقة للإنسان ليكون دوما يرى جمالك يا رحمن يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من أهل الحنان في كل وقت وحين اشتركوا في القناة